موسيقى خادمة وثلاث أشخاص هذا الشكل وحدة عصابة إجرامية لتسميم القتل لأسباب سياسية توهموا واعتقدوا عن خطأ بأن هذا المعنية بالأمر وزوجها يرغبان في منافستهم انتخابيا وسياسيا جراء أفعال الخير التي كان يقومان بها في الوقت اللي معهم علاقة بالسياسة ووظفوا وصخروا هذه الخادمة وقدموا لها وصفات طبية وفيها تسميم هذا الوصف العمد فيما أدانت المتهمين الثلاثة بثلاث سنوات بناء على إعطاهم موات ضر نحن كمحامي وكحقوقي أعتبر أن هذا الحكم جانب الصواب إلا كان لحق فيما يتعلق بإدانة المتهمة الخادمة بـ 20 سنة فإنهم لم يكن موفقا على اعتبار أن الفاعلين الأصليين والمحوريين في هذا الملف هم ذاك ثلاثة أشخاص ماشي الخادمة الخادمة هي التي يسترت وسائدت في منح هذه الوصفات الإجرامية هذه التسميم وكنا نتمنى من المحكمة أن تشديد العقوبة وأن تؤكد تكليف دير محاولة قتل العمد بالنسبة للجميع ولكن شيء تخفيف كان ممكن يكون تخفيف بالنسبة للخادمة الخادمة لو كانت التسميم لا يكون مشكلة ولكن بالنسبة للعصابة الإجرامية الأساسية اللي هي نواة الفعل الإجرامي والمخطط واللي ضبرت عقبت فقط بثلاث سنوات والمرأة الضعيفة المسكينة أخذت عشرين سنة نحن استنفنا هذا القرارة في الشق المدني والنيابة العامة مشكورة استنفت الشق الجنائي والمينف الآن معروض على أن دار غرفة الجنية الصنافية وكلنا أمل في أن يتم إنصاف هذا المعنيين بالأمر لأنه ما فيه لن تضرر بشكل فضيع ولا يمكن أن أشرح لكم الحالة الصحية ديرهم يمكن أن نقول لكم أنه بين الحياة والموت الطبيب قال له ما تقع عندكم مدلعها مستدمة ودائما كيف يدرون الغسيل استلزفة ماليا نتيجة الخضوع المستمر للعلاج والفحوصات في الوقت للحكومة ما ساعدتهم بأي حاجة هذا نموذج صارخ لعدم التوازن وللضلم وللجور بين المتهم والضحية بالنسبة للقانون دابا القانون المتهم يذهب للمشتشفى يعالج يأكل ينام وبالنسبة للضحية في هذا الملف لم تجد حتى الحكومة لتساعدها هذه الصرخة كما تلقنا صرخات في مجموع الملفات هذه الصرخة للحكومة أن تدخل بوضع مشروع قانوني تقدم البرلمان دير تعويض ضحية الجرائم الخطيرة لأنه لا يعقل الدستور يحمي الحق في الصحة والسلامة والمواطنين يتضررون ويظلون بدون عناية فيما المجرمين الذين أجرموا بحقهم يتمتعون بكافة الحقوق أنا كالناشدو نحن نتقى في القضاء في مستوى مرحلة السنافية وأنه يصلح الخلال القانوني اللي شاب الميل في المرحلة الابتدائية ويشدد العقوبة ويعود كيف بالنسبة لجميع وأن يصلح على الأخطاء التي شابت المرحلة الابتدائية كما نتمنى يعني تفجعنا في هذا الخمسة شدوا من إدازة الغرفة الجنحية كانوا واحد مجموعة تانية شدوا واحد المنتام آخر عنصر رئيسي في العصابة للأسف قاد يتحق اعتقلوا ولكن الغرفة الجنحية لما تم استناف الأمر بالإداء قررت إطلاق صراحه وهذا قرار اعتبرنا لا يبشر بالخير وقرار نتمنى أن يتم مراجعاته إما انقرار للتحقيق أو من المحكمة لأنه لا يوقع العصابة إجرامية كتدير تسميم كتدير القتل هي جرائم خطيرة والمجرمين خطيرين يجبوا التعامل معهم بنوع من الصرامة وبنوع من الردع العام وردع الخاص هذه جرائم لاحقة أضرار مصمرة ودائمة وكتمسس النظام العام وكتمسس المجتمع وبالتالي وجب التعاطي معه بشكل مختلف لا يؤقل في هذا الميلف اللي في تسميم في محاولة القتل العمد يجي واخد ما معتقلش حتى عشر يام ياخد صراحة المؤقت هذا غير واللي في الميلف خدوه عشرين سنة وخدوه تلسنين رماعينا تلسنين ما كانت تفقوش معها لأننا لكين خطأ تكيف وهذو كل خدوه تكيف اللي خدوه تلسنين عقبة مخفافة هم أشخاص دون وفود وعندهم علاقة برئيس مجلس الجماعية عندهم علاقة برئيس مجلس إقليمي اللي هما زعماء العصابة وللأسف لم يتم بحث معهم لا تحقيق معهم لا محاكمتهم في اختلال موازين دي المتابعة ودي التحقيق نتمنى أن يتم عدد النظر وأن يتم محاكمة بعد ما يتم بحث وتحقيق مع الأشخاص الفائلين اللي هما رؤساء مجالي الجماعية وأعضاء اللي يرتكبوا هذا الفعل أما الباقي ولا زالوا يسمى التسعون بحماية خارج القانون شكرا لكم